أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث فشل مفاوضات جينيف بسبب عدم حضور وفد الحوثيين والذين تذرعوا بعدم الحصول على ضمانات كافية لعودتهم إلى صنعاء عقب انتهاء المشاورات تفاصيل أوفا في هذا التقرير محاولات إحلال السلام وحل النزاع اليمنية اصطدمت مرة أخرى بحائط مسدودة بعد فشل عقد مشاورات في جينيف ليتراجع الأمل بإنهاء الحرب الدامية ما ينذر بتصعيد جديد في البلد الغارق في صراع وحرب داخلية دمرت وشردت اليمنيين المفاوضات انتهت قبل أن تبدأ بعدما رفض المتمردون في اللحظة الأخيرة التوجه إلى جينيف دون الحصول على ضمانات أممية بالعودة سريعا إلى العاصمة صنعاء التي احتلتها ميليشي الحوثي منذ أيلول سنة 2014 وكان من المفترض أن ترعى الأمم المتحدة في جينيف بدءا من الخميس الماضي أول مشاورات سياسية بين طرفي النزاع الرئيسيين الحكومة والمتمردين ما أعطى أملا بإمكانية وضع النزاع على سكة الحل السياسي بعد سنوات من الحرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أعلن أنه سيسافر إلى مسقط وصنعاء خلال الأيام المقبلة لوضع الأسس لإجراء محادثات مستقبلية منمحا إلى أنه قد يجري في البداية محادثات منفصلة مع الجانبين وأغرق النزاع أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة التي كانت تأمل أن تشكل محادثات جينيف بداية لوضع إطار لمفاوضات مستقبلية ويعيش اليمن منذ سنة 2014 حربا دامية بين الحوثيين والقوات اليمنية الحكومية بعد أن احتل الحوثيون على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء وتحول القوات الحكومية استعادة الأراضي التي خسرتها بمساندة تحالف عسكري تقوده السعودية منذ مايو سنة 2015